مرحبا مؤتمر الصحافي تقول ما بدي سلم حتى حتى لو كان الطهرب والعفاف ساركيس حلاس اني اطلع اقول انا ما بدي سلمه وشي بيش بنيه بعدين الصراحة اللي معروف فيها سليمان فرنجي واللي كلنا منحبوا عليا كنا انه بيحكي الاشياء مثل ما هي اليوم ما كانت موفقة معه بس هيدا الفيديو مش موجه لقلو هيدا الفيديو موجه للزملاء الصحفيين اللي بهالمؤتمر الصحافي لاذا عم يعملوا مؤتمر صحافي مع اي حدا تاني ما منشوفهم سكتولو هالقاد مالتقوا واحد فيكن يسألوا عن هده هده سلون بريقة هده سلون بريقة انتوا شايفين انه ما في شي بالنافعة ومرق على هادي حباش مرور الكرام انه يا حرام حيطلع بالاخر حضويله شاو على هادي حباش اللي بعتذر منك تاني مرة بس تقول عن القاد انا بدي فرجيك وقالله لا يخليني اذا بخليك بنقلك برافو ابا ضاي باك ابن باك كيف انتوا بتسكتوا الزملاء الصحفيين اللي موجودين مؤتمر صحافي ما عندكن ولا سؤال ولا سألتوا ولا سؤال على موضوع الفيول عن جاد ولا قطعتوا ولا سألتوا هده اسمه مونولوج هده ما اسمه مؤتمر صحافي هده ما اسمه مؤتمر صحافي انا بحبه كتير لسامية فرنجية انا امي صغرتوية انا عم بعمل هيده الفيديو وماني مضطرة بس لانه عايب عايب بحق المهنة تضل كل العالم ساكتة عايب اذا انتوا ما فيكن تحكوا لتضل تطلعوا عب ناشعي نحنا منحكي وعى صغرتها كلها ما منفوت عايب هده سلوم وبراءة ما في حدا بغيت حاسب بهالدولة